اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات البيزنس انسايتس بتاعتنا بداية الحلقة دي عايزك فيها تمخمخ شويتين هتكلم فيها على البيع وعلى الكاستمر وعلى السلوك بتاعه وعلى طريقة البيع المثلة لي علشان كده اقترح على حضرتك انك تجيب وراء وقلم وتكتب بعض الملحوظات اللي ممكن تلاقيها مفيدة في الحالة دي نوع من انواع التتبع للمحتوى اللي انا هقوله خلينا نتفق على حاجة ان الزمن بتاعنا ده واحد من اكبر التحديات اللي فيه هو السيلز او البيع الانتاج ما عندناش فيه مشكلة خالص انت ممكن تنتج المنتج او تجهز الخدمة باي مواصفة حتى لو ما عندكش المادة العلمية او المادة الخام بتاعتها عندنا اختراع لطيف جدا اسمه الاوتسورسنج او التعهيد يبقى معنى انا لو ما عنديش مصنع ممكن اروح اتعاقد مع مصنع بنظام الوايت ليبل بروداكشن واقول له انا محتاج اعمل مكارونا بالمواصفة الفلانية واحط عليها البراند الفلاني حتى لو ما عنديش تمويل عندي اكتر من 12 نوع من انواع التمويل اللي ذكرتهم قبل كده وموجودين على اليوتيوب شانيل ولو حضرتكو انتريستت فيها بس ابعتلي وانا ابعتلك انواع خنوات التمويل مش دي القصة فلا المشكلة هي مشكلة انتاج المنتج نفسه او تجهيز المنتج او تطوير المنتج ولا مشكلة ان انت تمويل المشروع بتاعك المشكلة الحقيقية او التحدي الحقيقي اللي بيقابل الناس دايما هو البيع اوصل للزبون ازاي اؤثر على الزبون ازاي علشان كده العالم او الزمن اللي احنا فيه دلوقتي منافسة فيه شديدة جدا المعروض اكتر بكتير من المطلوب لذلك اللعب كله هيبقى لعب بيهيفير او سلوك الزبون اللي احنا نسميها الكونسيومر او كاستمر بيهيفير بمعنى ادق انت محتاج تعرف البين او الالم بتاع الكاستمر محتاج تفهم الكاستمر بتاعك مشكلته ايه محتاج تفهم الراجل ده هو بيرغب بيحتاج ايه لان مع وجود الازمات الاقتصادية حاليا الناس اعادت ترتيب الاولويات بتاعتها وبقى الاولوية للاحتياج اولا ثانيا للمنتج اللي بيأثر علي عاطفيا ونفسيا وعندك القصة دي كتير زي ريد بول مثلا منتج من منتجات الطاقة واحد من اغلى منتجات الطاقة على المستوى العالم بحوالي مثلا اتناشر درهم اتناشر ريال ستة وعشرين جنيه مصري غالي جدا اغلى من بيبسي واغلى من كوكاكولا بيبيع في اليوم اكتر من عشرين مليون حبة على مستوى العالم فهم درسوا كويس جدا سلوك الزبون درسوا احتياج الزبون عرفوا ان فيه مشاكل في الدبريشن الاكتئاب عرفوا ان فيه مشاكل في الالطاقة السلبية الموجودة عند البشر بدأوا يستخدموا اللوفز بتاع ريد بول بركبلك جوانح او وينجز وبالتالي بيديك الشعور ان انت قوي جدا وبيأثر على بعض الانزيمات اللي ممكن في الاخر تسبب خلال جسدي ووظيفي في الجسم طيب يبقى رقم واحد عندنا مهم جدا ان افهم ايه هو الكونسيومر بيهيفير بتاعي رقم اتنين ما بيعش ابدا بفاليو ما بيعش ابدا عفوا بسعر ببرايس ولكن ابيع بفاليو ما ينفعش النهاردة ان انا العب في عملية البيع بتاعتي اللي هو المنتج بتاعي بكام قبل ما اقول بكام لازم اعمل حاجة اسمها تهيئة مصرح السوق وتهيئة مصرح السوق هنا هي تهيئة دماغ الزبون بتاعي اهيئة الزبون بتاعي انه يتقبل قيمة المنتج بتاعي وانه هو ده الدواء او الحل او البغية او السلوشن للشالنج او للبين او للألم او للتحدي اللي عنده يبقى اذا تاني حاجة عندنا لازم ان احنا نبص على فكرة الفاليو او القيمة بتاعة المنتج بتاعنا وقد ايه ديا فيها العلاج بتاع المشكلة بتاعة الكاستمر عندنا تكنيك لطيف جدا اسمه 3V1S 3V1S V V جاية من فاليو يعني تدي للزبون قيمة 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 وبعدين تكلمه في البيع يعني ايه الكلام ده؟ يعني تعمل نوع من انواع الكاستمر او الكاستمر ادوكيشن هي توعية او تعليم الزبون فالزبون يبدأ يعرف ان المنتج بتاعك بيأثر ايجابيا على الصحة بتاعته المنتج بتاعك بيوفر ايجابيا في الوقت بتاعه المنتج بتاعك بيرفع من روحه المعنوية المنتج بتاعك بيوفر من الميزانية بتاعته ده ما يجيش خالص بفكرة من اول لقطة كده انت تخش تقوله المنتج بتاعنا هو سعره كذا يلا تعالى اشتري ابدا انت محتاج دايما تلاعب الزبون على نار هدية لو سمعت ما ينفعش ان انت من اول لقطة تقول يلا بيع ده كلام فاضي ومحدش بيشتري الا المحتاج فعلا او اللي عنده سيفير نيد للموضوع ده اللي هو احتياج اقصى للموضوع ده طيب علشان كده انت محتاج انك تاخد شوية وقت مع الزبون عشان تفهمه خاصة واحنا عندنا السوشيال ميديا عندنا السيمينارز عندنا الويبنارز عندنا النشرات المطبوعة عندنا مختلف الكمينيكيشن شانيلز او قنوات التواصل الحقيقة ده يقودنا التكنيك بتاع ان انت تهدع الزبون شويتين يقودنا ان انت لازم تطور علاقتك مع الزبون عشان الزبون يقتنع فلما يقتنع يتأثر بالمنتج بتاعك ويبقى في حاجة عندنا اسمها ولاء الزبون فيبدأ يشتري منك وهو مطمئن بالكريداباليتي او بتراستورثي اه بليف اللي عنده تجاه المنتج بتاعك وده مش هيجي من الاول يوم ده هيجي لما انت تعمله توعية مرة واثنين وثلاثة مباشرة وغير مباشرة يعني ايه معنى غير مباشرة غير مباشرة لو انت المنتج بتاعك بيتكلم على حاجة صحية فابدأ ان انا اوعي بشكل صحي وبعدين مباشرة ان انا اقول له تفضل المنتج بتاعي هو بقى اللي احنا بنتكلم عليه او هيحللك المشكلة بتاعتك بالطريقة الفرنية ده يحتاج حاجتين الحقيقة اولا يحتاج ان بالك يبقى طويل بس في نفس الوقت انت عايز تبيع طب تعمل ايه لما تطلع طلعت السوق تفرش فرشة كبيرة يعني تعمل ماركت او تريتش عريض او طويل او كبير للوصول الى اكبر عدد من الزباين ممكن عشان لما تلم او اللي احنا بنسميها بقى كونفرجن او معدل تحويل تبدأ انت تلم من الزبون ده او تلم اكبر عدد من الزباين اللي هتشتغل عليهم ويبقى عندك او مصنع او مزرعة علشان تفرخ فيها الزباين اللي انت بتلمهم من الزباين وبعدين تبدأ انت تتبع لهم فانت بتطلع السوق بتعمل نوع من اليدوكيشن اليدوكيشن دي فيها شوية بالتكنيك بتاع تبدأ ان انت تجيبهم او واتدخلهم على مرحلة ال VVV وبعد كده S اللي هي السيل او بل ما توصل مرحلة دين دي يكون عملت فارمينج لمجموعة جديدة من الكاستومرز عشان كده البيع عامل زي تاكتيكال وور ما يفعش انك تغف ابدا والبيع اللي ينام عندك ولا ما يبقاش عنده وقت دي مشكلة كبيرة او يبقى عنده وقت فراغ دي مشكلة كبيرة او الخلاصة انت بشتعرف تبيع لما تطور علاقتك مع الزبون وعشان تطور علاقتك مع الزبون ارجع لكل مراحل اللي احنا اتكلمنا فيهم بيع value كيمة مش price سعر اسعد الله ايامكم لو حديك محتاج اي استشارة اتفضل ابعث لي what's up 00 00 00 13 13 19 8 25 5 دكتور احمد صاغر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة